أكد الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين أن قيادة الكويت وشعبها يحظون بمكانة خاصة ومتميزة لدى مملكة البحرين مشيدا بالمواقف الأصيلة والدعمة من دولة الكويت بقيادة السمو وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتجاه مملكة البحرين ومساعيه الدؤوبة لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة والدفاع عن مصالحها جاء ذلك خلال استقبال ملك حمد الخليفة سفيرة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح في قصر الصافرية اليوم حيث منحه وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده في توثيق العلاقة الثنائية وتوطيد أواصر التعاون الأخوي من جانبه أعرب عميد السلك الدبلوماسي في البحرين سفير عزام الصباح عن عميق الشكر والامتنان للملك حمد بن عيسى على تفضوله بمنحه هذا الوسام مؤكدا تقديره لجهوده وحرصه الدائم على تطوير العلاقات البحرينية الكويتية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات